السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين تمام انا كنت ناول في الفيديو ده ان انا اتكلم عن الاشتراكية والرأسمالية نظرة عامة عن الاتنين كان بحيث ان اللي مش فاهم يفهم ولكن اكتشفت ان الموضوع كبير لا كبير كبير وليه ابعاد اقتصادية وسياسية وايديولوجية فقلت خلاص انا اتناول الجانب اللي يناسبني واللي يناسب محتوى القناة اللي هو الجانب الاقتصادي فجيت كده لما كتبت الاسكريبت وخلصت لقيت برضو ان الموضوع كبير والاسكريبت كبير والناس اصلا بتشتكيلي من الحلقة لو عدت العشر دقائق فقررت ان انا يقسم الحلقة دي على جزئين الجزء الاول هتكلم فيه عن الاشتراكية والجزء التاني هتكلم فيه عن الرأسمالية تمام نبدأ بالاشتراكية الطبيعي ان انت لو انسان يعني اعرف الموضوع وداخل فيه وكنت حاولت تفهمه قبل كده فاول شخصة هيجي في بالك لما تسمع كلمة اشتراكية هو كارل ماركس انما لو انت يعني مش قارف الموضوع ولكن عندك خلفية مسبقة فانت وش هتربط الاشتراكية بالاتحاد السوفيتي فهيجي حد هنا يسأل سؤال يقول لا يعني هي مش الاتحاد السوفيتي كانت شيوعية انا هشرح لك العلاقة ما بين الاشتراكية والشيوعية ولكن قدام في الفيديو الاشتراكية لغويا جاية من كلمة المشاركة وهي فعلا اسم على مسلمة بحيث ان هي جاية من مشاركة كل افراد الدولة لعملية الانتاج والاستهلاك يعني ايه الكلام ده؟ ده معناه ان كل افراد الدولة الاشتراكية بيشتغلوا بنفس القدر وكلهم بيحصلوا على نفس الربح مفيش حد ياخد اكتر ولا حد ياخد اقل وكل المشروعات الموجودة في الدولة هي مشروعات ملكية عامة فقط بحيث ان كل فرد من افراد المجتمع الاشتراكي يعتبر مالك للمشروع او مالك للدولة وكل شخص بيشتغل في المجتمع ده على حسب الوظيفة بتاعته سواء دكتور او مهندس او نجار او سباك او فلاحة او اي حاجة انت هتشتغل على حسب الوظيفة اللي انت بتعملها والدكتور هيشتغل بنفس قدر المهندس بنفس قدر الفلاح بنفس قدر اي حد يشتغل في المجتمع ده والدكتور هيحصل نفس اللي يحصل عليه المهندس نفس اللي يحصل عليه الفلاح وهكذا لحد يزيد عن حد ولا حد يقل عن حد كلهم بياخدوا نفس المرتبات ونفس كل حاجة وما فيش حاجة اسمها مشاريع خاصة ما فيش حاجة اسمها مشروع أنا اللي عمله وأنا اللي أخد الربح بتاعه كله لا الفكر الرأس مالي ده مش موجود هنا احنا نتكلم على الرأس مالية فيها بعد لكن يخليها في الاشتراكية ما فيش حاجة اسمها شخص واحد هو المنتفع لا كله بينتفع بنفس القدر وكله بيقبض نفس المبلغة وكله بيحصل على نفس الخدمات الحكومية وكله لنفس الحقوق وعليه نفس الواجبات والحد هنا الاشتراكية تباني ان هي حياة وردية وجميلة ما فيهاش فقرة ولا فيها ناس أغنية ولا برجوازية ولا سراء فاحش ولا أصحاب كروش والكلام اللي يدايق ده كله والله يبص هي الاشتراكية على الورق تعتبر حاجة عظيمة اللي هو مجتمع مفوش ولا فقير وكله بيحصل على نفس الرعاية الصحية والتعليم والمأكل والملبس والمسكن ده ده حاجة عظيمة جدا ولكن التطبيق مختلف تماما النظام الاشتراكي هو نظام على المدى القريب بس لا يصلح للمدى البعيد وخلي بقى لك هنا ان انا بتكلم عن نظام الاشتراكي التبكال اللي هو اشتراكي فقط مش الاشتراكية المائعة اللي احنا بنشوفها الايام دي لا انا بتكلم عن نظام اشتراكي بنفس القوانين اللي انا حكيتها في الاول اهو نظام الاشتراكي ده بقى اخره 30-40 سنة وبعد كده هيبتدي في الانهيار تيجي تسألني تقول لي ليه يا عم ما هو باين عن ان هو حل هقول لك يا باشا كلنا عارفين ان الانسان بطبعه طماع وان تكوين السروة دي تعتبر شهوة يعني كل واحد غرضه ان هو يبقى غني واللي ما يحبش الغنى ده يبقى كذاب لا الغنى ده مسعى للناس كلها كل الناس بتحب تكون اغنية والسبب الاساسي ان انت تعمل مشروع هو ان انت تسعى للغنى وتسعة وتسعين في المية من المشاريع اللي بتتعمل بيكون غرضها الغنى بس غرضها ان هي تلم فلوس واحد في المية بس من المشاريع اللي بيكون غرضها خيري ويريتها بتكمل اساسا طب تخيل انت في مجتمع بيقتل كل الفرص للغنى مجتمع ما بيسمحلكش ابدا انك تكون اي نوع من انواع السروة ان انت تبقى غني ده تنسى انت اخرك تكون زيك زي كل اللي في المجتمع الاشتراكي ولو عندك فكرة مشروع وحبت تطبقه لهيبقى باسمك ولا هتبقى انت صاحبه هيبقى باسم الحكومة والحكومة هي اللي هتكون صاحبته لانه مجتمع اشتراكي مش من حقك انك تتملك فيه اي حاجة اي حاجة فيه هي ملكة للشعب كله ده بحد ذاته هيقتل تماما الطموح تجاه اي مشروع واي حد من افراد المجتمع هيكون معاه حتة مشروع في دناغه ان هو يكون مربح او هو بالفعل هيكون مربح هياخده ويطلع بيه على اي دولة تسمح له ان هو يكون سروة وبناء عليه دولته الاشتراكية هتخسر فوائد المشروع بتاعه قليلا ما تلاقي كده ناس اصحاب افكار مشاريع ممكن تطبق المشروع فعلا في دولة اشتراكية وتتنازل عن كل السروات وكل المجد ده موضوع نادر مفيش حد بنحلل الدرجات وبس يا سيدي فكرة ولا فكرة ومشروع ورا مشروع الدولة الاشتراكية ما بيقومش فيها اي تطور ولا اي مشاريع جديدة ييجي واحد يسألني يقول لي ماشي ومالو يا عم اللي جاي على قد اللي رايح احنا موافقين وعايزين اللي جاي على قد اللي رايح بها دي مصيبة ان اللي جاي يكون على قد اللي رايح مصيبة لما يكون الانتاج بتاعك بنفس قدر الاستهلاك ده خطر على الدولة لازم يكون فيه فائد ده ليه لان فيه مؤسسات في الدولة بتصرف من غير ما تنتج عندك مثلا الجيش الجيش لو دخل اي حرب فهو بيصرف بس ما بينتكش هو بيعمل ايه انت بتديله موارد وهو بيستهلكها وبس ولما يحصل استهلاك من غير انتاج ده معناه عجز كتر المؤسسات اللي بتقعد تستهلك من غير ما تنتج ده هيعمل عجز في الدولة نفسها الناس اللي مفروض بياخدوا قدر معين في الاشتراكية دي هياخدوا قدر اقل ده ليه لان جزء من حقهم المؤسسات الغير انتاجية خدته وعنده مرحلة معينة الدولة مش هتلاقي ان هي تدي موطنيها وهتنهار تماما وهو ده بالزبط اللي حصل مع الاتحاد السوفيتي الشيوعي كارل ماركس كان شايف ان الاشتراكية ما هي الا مرحلة انتقالية هتؤدي عاجلا ام اجلا للشيوعية الكلام الميعوص ده معناه ان الاشتراكية هي مرحلة ممراحل الشيوعية يعني الاشتراكية هتتبدي تحصل واحدة واحدة كده حد لما في النهاية هتحصل الشيوعية اللي هي ايه اصل الشيوعية دي؟ الشيوعية هي اشتراكية عالمية بحيث ان العالم كله هيكون اشتراكي مفيش حاجة اسمها دول العالم كله هيكون عبارة عن عمال بينتجوا ويستهلكوا ومفيش حاجة اسمها فلوس لان انت مش هتحتاج تشتري لأن أنت كده كده هتنتج وقتستهلك من اللي أنتكتو حزب العمال السوفيت الشيوعي كان مطبق مبادئ كارل ماركس بالحرف ى المبادئ هذه الأول كانت نكحة جدا و كانت الإتحاد السوفيت غنية جدا و مليام بالموارد والصروات و هوُّه أقوى جيش و أنا مش بتكلم عن الإتحاد السوفيتي كأتحد سوفيتي لوحده إنهو يعني هو المطبق بمبادئ الشيوعية لا أنا باتكلم عن كل الدول اللي كانت منضمة للحزب الشيوعي المسيطر moral اللي هما كان منهم الصين وفيتنام والمانيا الشرقية وكوبا وكوريا الشمالية وغيرهم من الدول اللي كانوا عايزين يطبقوا سياسة الاشتراكية العالمية بين قوسين الشيوعية اللي هي الدول دي ما بينها ما بين بعض كل الأفراد فيها متساويين وكله بينتج وكله بيستهلك اهم مجموعة الدول دول في بادئ الأمر كانت حياتهم رغض له زي ما قلنا الشيوعية على المدى القريب على المدى القريب حلو جدا لكن الموضوع يبتدي يتعكر أكتر وكتر على المدى البعيد لأن الاتحاد السوفيتي كان داخل في حرب طاحنة مع أمريكا اللي هي بن قوسين الحرب البردة ملحوظة في فيديو هنا عن الحرب البردة ممكن تسمحهم هيظهروا لك هنا الاتحاد السوفيتي كان كل شوية يصرف على الجيش بتاعه ويبعته في حتة شوية يبعته في الفيتنام شوية يبعته في كوبا شوية يبعته في كوريا شوية يبعته في أوروبا ويصنع في الأسلحة ويبعت لهذا ويدعم لهذا ويعمل مش عارف ايه معه وهكذا ده كانت كل حياة الاتحاد السوفيتي ويحنا زي ما قلنا ان مؤسسة الجيش هي في الغالب تكون مؤسسة غير انتاجية انت بتصرف على الجيش من غير ما الجيش يلجعلك الصرف ده فانت بتضطر ان انت تاخد من حقوق المواطنين والاشتراكيين عشان تصرف على الجيش عشان تصرف على حاجة مش بتجيبلك والموضوع ده فديل يستمر اكتر واكتر يخصموا من الشعب ويددوا للجيش لحد لما وصلوا لحد الانفجار الشيوعية ما عادتش نفعة الشعب مش لاقي اياكم العجز اللي حاصل مفيش حاجة بتسده لان اصحاب المشاريع كلهم هربوا مفيش فلوس جاية من بره كلها فلوس بتتصرف وبس وينهار تماما الاتحاد السوفيتي بكل افكار الشيوعية الاشتراكية بس يا ماشا ده ابسط شرح ممكن تفهم به الاشتراكية هل ده الموضوع كله لا الموضوع كله اعمق بالكده بكتير ده احنا تناولنا الجانب الاقتصادي بس ده الجانب السياسي ده ده هي لوحده ولسه في عندك الرأس مالية اللي ان شاء الله هنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي فاليت لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب كومنت تحت وتشاري الحلقة مع صحابك وشكرا